السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد في هذا الفيديو سوف نرى مادة النشاط العلمي الفرد الثاني في الدورة الأولى موسم دراسي 2013-2024 هذا الفرد يخص المستوى الخامس ابتدائي نموذج الثالث هذا هو نموذج الثالث الذي نشارك معكم بالنسبة للمادة النشاط العلمي بالنسبة للنموذج الثالثاني سوف تلقوه على القناة بطبيعة حل إذا تريدوا وطلعوا عليهم بالنسبة لهذا الفرد تكون من جوجة التمارين التمارين الأول على خمسة النقاط والتمارين الثاني على خمسة النقاط سوف نبدأ بالتمرين الأول اكتب تعريفا للتربة سوف نكتب تعريف من الملخصات تعتبر التربة الطبقة السطحية المفتتة هنا سوف نكتب الطبقة السطحية المفتتة من القشرة الأرضية وهي مزيج من مواد مختلفة مختلفة كالحصى والرمل الدقيق ومواد عضوية هنا نجر مختلفة ونجر معدنية 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 المواد العضوية كالحصى والرمل الدقيق ومواد عضوية كالأوراق الميتة وبقية جثث الحيوانات جثث الحيوانات سؤال الثاني الجواب الصحيح جو الصحيح الجواب الصحيح فقط السبب الرمج ضغط بشكل لأنا الله فيها حتى مواد العضوية هو السبب هو الشخص الجواب الصحيح الجواب الصحيح الجواب الصحيح الجواب الصحيح تفتيت الفرش الحراجي يعطينا الوميوس صحيح تتعرض التربة للتدهور نتيجة عوامل طبيعية فقط خطأ لماذا؟ لأنه يوجد حتى عوامل بشرية مهم أن هذا الشيء الذي نفعل ذلك رغي أن نشرح لكم نعطيكم جواب بعد أن نشرح لكم كثير لماذا خطأ؟ لماذا صحيح؟ يعني باش تفهموا لماذا تمشوا تكتبوا زائد عوامل بشرية أنا رغي أن نشرح لكم التربة تتعرض للتدهور نتيجة عوامل طبيعية زائد عوامل بشرية هنا ستكتبوا خطأ تختلف النفاذية للماء من تربة إلى أخرى حسبنا على التربة صحيح لأنه كان لدينا ثلاثة أنواع تربة رملية تربة طينية رملية يعني مختلطة وتربة طينية الرملية هذه نفوذة بزاعة في الماء الطينية غير نفوذة عند النفاذة ضعيفة جدا والتربة التي فيها نفاذية جيدة هي التربة الرملية طينية مختلطة التربة الرملية هي التربة الصالحة للدragen مخطأ لأن كماightن، أن التربة الصالحة للدورة هي التربة المختلطة وتقريبا تعرف تمام المتحين تقريبا التربة الصالحة للزراع التربة الرملية الطينية هي التربة الصالحة للزراع التربة الصالحة للزراع التربة الصالحة للزراع الصخرة الأم الفرش الحراجي المستوى الدبال أشجار الغطاء النباتي إلى آخره إذن سنحاول أن نكتب كل كل مكون في المكان سي سي الصخرة الأم الصخرة الأم بالنسبة لب هذا مستوى الدبال مستوى الدبال و بالنسبة لأ فرش حراجي سنشرح لكم كيف هذا الفرش الحراجي الذي كان هنا في هذا العباق ما هو الفرش الحراجي؟ هو بقايا أوراق نباتات الميتة بقايا أوراق نباتات زائد جثث الحيوانات هذا الفرش الحراجي يأخذ الديدان من قلب الطربة يدخلوه هنا و يتغذو عليه الكائنات الحياة التي تعيش في الطربة و يفتوه و يدغرادوه و يحاولوه الدبال الميتة 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 يمتص من طرف جذور النباتات سنجد السؤال الرابع أضع علامة في الإجابات الصحيحة تتحول أوراق الأشجار والنباتات المتساقطة على التربة إلى فارش الحراجي يشكل أوراق الأشجار و النباتات المتساقطة على التربة تشكل فارش حراجي فارش الحراجي تتحول الدبال ليس دبال لدبال من التي تحول هذه الأوراق والأشجار يتحول إلى دبال يحاول أوراق الأشجار والنباتات المتساقطة تسمى بفارش حراجي حراجي يعني كان أخطأ الكثير فارش حراجي هذه الأوراق الأشجار والنباتات تسمى بفارش حراجي ولكن تتحول الجواب كان فيها تتحول يعني تتحول إلى دبال يميس يميس تساهم ديدان الأرض في ديدان الأرض تهوية وقلب التربة تمدها بالأملاح المعدنية تمدها بالمادة العضوية إذا شاهدنا بأن الدور ديدان الأرض هو تهوية وقلب التربة إذا هم الأجوبة نموذج الكتابي النشاط العلمي إذا سنشارك معكم تقريبا خمسة نموذج الرابع للفرد التعني خاص بالنشاط العلمي لمستوى الخامس دائما على نفس القناة كنوا في الموعد إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر